تشكيلة من الحرس الملكي تؤدي التحية لرئيسة مجلس الاتحاد الجمعية الفيدرالية الروسية وقد ذكر بلاغ للديوان الملكي أن صاحب الجلالة الملك محمدن السادس نصره الله استقبل اليوم بالقصر الملكي بالدار البيضاء السيدة فالنتينا ماتيفينكو رئيسة مجلس الاتحاد للجمعية الفيدرالية الروسية التي تقوم بزيارة عمل للمغرب وبهذه المناسبة يضيف البلاغ سلمت السيدة فالنتينا ماتيفينكو لجلالة الملك رسالة خطية من الرئيس الروسي فخامة السيد فلاديمير بوتين يدعو فيها جلالته للقيام بزيارة رسمية لفيدرالية روسيا وتندرج زيارة السيدة ماتيفينكو في إطار العلاقات الممتازة التي تربط بين البلدين والإرادة في تقوية الشراكة استراتيجية متعددة الأبعاد التي وقعت منذ 2002 من طرف جلالة الملك والرئيس فلاديمير بوتين وقد حضر هذا الاستقبال عن الجانب الروسي السيد إلياس أماخانوف نائب رئيس المجلس الفيدرالي ممثل السلطة التنفيذية في جمهورية الداغستان والسيد فلاديمير جوباروف النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الفيدرالي ممثل السلطة التشريعية لمنطقة الحكم الذات اليهودية والسيد فاليري ظروبييف سفير فوق العادة مفوض لفيدرالية روسيا بالمملكة المغربية كما حضر هذا الاستقبال عن الجانب المغربي رئيس مجلس المستشارين السيد محمد الشيخ بيد الله أوراش إصلاحية كبرى شهدتها المملكة منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله عرش أسلافه المناعمين همت عدة قطاعات تهدف إلى تحقيق نهضة تلموية شاملة والارتقاء بمستوى عيش المواطن ويأتي رفع نتائج الاستشارات الموسعة الخاصة بإشكالية الإجهاد إلى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم بالقصر الملك بالدار البيضاء عاكسا للعناية والاهتمام البالغين ما فتأ جلالته حفظه الله يوليهما للقضايا التي تشغل المواطن التفاصيل ذكر بلاغ للديوان الملكي أنه خلال هذا الاستقبال رفع السيدان الوزيران وسيد رئيس المجلس إلى العلم السامي لجلالة الملك نتائج الاستشارات الموسعة التي كلفهم جلالته بإجرائها بخصوص إشكالية الإجهاد مع جميع الفاعلين المعنيين وأشر البلاغ إلى أن كل الفعاليات المعنية أجمعت على الإشادة بالمبادرة الملكية وبالمقاربة التشاورية التي أمر بها جلالة الملك لبلورة رأي موضوعي وحكيم ويعطي الأولوية لخدمة المصلحة العليا للأسرة والمواطنين وقد أكدت هذه الاستشارات على اختلافها أن الأغلبية الساحقة تتجه إلى تجريم الإجهاد غير الشرعي مع استثناء بعض حالاته من العقاب لوجود مبررات قاهرة وذلك لما تسببه من معاناة ولما لها من آثار صحية ونفسية واجتماعية سيئة على المرأة والأسرة والجنين بل والمجتمع لسيما أولا عندما يشكل الحمل خطرا على حياة الأم أو على صحتها ثانيا في حالات الحمل الناتج عن اغتصاب أو زن المحارم ثالثا في حالات التشوهات الخلقية الخطيرة والأمراض الصعبة التي قد يصاب بها الجنين ومن هذا المنطلق يضيف البلاغ أصدر جلالة الملك حفظه الله تعليماته السامية إلى كل من وزير العدل والحريات ووزير الصحة قصد التنسيق بينهما وإشراك الأطباء المختصين من أجل بلورة خلاصات هذه المشاورات في مشروع مقتضيات قانونية قصد إدراجها في مدونة القانون الجنائي وعرضها على مصطرة المصادقة وذلك في إطار احترام تعاليم الدين الإسلامي الحنيف والتحلي بفضائل الاجتهاد وبما يتماشى مع التطورات التي يعرفها المجتمع المغربي وقيمه القائمة على الاعتدال والانفتاح وبما يراعي وحدته وتمسكه وخصوصياته وخلص البلاغ إلى أنه نظرا لكون القانون وحده لا يكفي للحد من هذه الظاهرة فقد أكد جلالته على ضرورة التوعية والوقاية ونشر وتبسيط البعرفة العلمية والأخلاقية التي لها علاقة بهذا الموضوع لتحسين المجتمع من الأسباب التي قد تؤدي إلى الإجهاد حضر هذا الاستقبال مستشار صاحب الجلالة السيدان فؤاد علي الهمة وعبدالطيف المنوني ووزير الصحة سيد حسين الوردي كما استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالدار البيضاء السيد عبدالطيف الحموشي الذي عينه جلالته مديرا عاما للأمن الوطني مع احتفاظه بمنصبه كمدير عام لإدارة التراب الوطنية خلال المجلس الوزاري الذي انعقد اليوم وذلك طبقا لأحكام الفصل التاسع والأربعين من الدستور بلغ للديوان الملكي ذكر بلغ للديوان الملكي أن هذا التعيين يندرج في إطار العناية المولوية التي يليها جلالة الملك حفظه الله لأسرة الأمن الوطني وحرص جلالته على ضمان سلامة وأمن المواطنين وبالنظر للحنكة والتجربة التي أبان عنها سيد حموشي يضيف البلاغ فإن هذا التعيين المولوي السامي في هذه المرحلة يهدف لإعطاء دينامية جديدة للإدارة العامة للأمن الوطني وتطوير وعصرنة أسالي بعملها لما فيه صالح رعاية جلالة الملك كما أن إشراف سيد حموشي على المديريتين العامتين للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني لفترة معينة يتوخى ضمان التنسيق التام بينهما والرفع من نجاعة عملهما حضر هذا الاستقبال وزير الداخلية السيد محمد حصاد حفظ الله مولانا الإمام بما حفظ به الذكرى الحكيم وأدامه ذخرا لشعبه الوفي وأقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وبكافة أفراد الأسرة العلوية الشريفة إنه سميع مجيب كما أفاد بلاغ للدوان الملكي بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله استقبل اليوم بالقصر الملكي بالدار البيضاء السيد عبد جليل الحجمري المدير العام المدير الحالي للمدرسة المولوية بالرباط الذي عينه جلالته أميلا للسر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية وبهذه المناسبة يضيف البلاغ أشاد جلالة الملك حفظه الله راعي الأكاديمية بالخسارة الإنسانية ونكران الذات المشهود بهم للسيد الحجمري وخاصة تشبته بالعلم وبالثقافة وإلمامه العميق بالإرث الأدبي والتاريخي للمملكة وقد أعطى جلالة الملك حفظه الله توجيهاته السامية من أجل تفعيل وإعادة هيكلة الأكاديمية حتى تقوم بأداء المهم النبيل المنوطة بها خدمة للإشعاع العلمي والثقافي للمملكة وإسهاما منها في التفكير في الإشكاليات والقضايا المطروحة على عالم اليوم حضر هذا الاستقبال مستشار صاحب الجلالة السيد فؤاد علي الهم السيد عبداللاطف الحموشي الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مديرا عاما للأمن الوطني مع احتفاظه بمنصبه كمودر عام لإدارة التراب الوطني يعتبر من رجالات الدولة الذين تدرجوا في تولي المناصب وحظوا في مرات عديدة بالتقدير بالنظر إلى الكفاءة العالية التي يتمتع بها والحنكة والتجربة التي مكنته من نزع الاعتراف الدولي بنجاعة الأجهزة الأمنية التي تولى إدارتها على مدى ثلاثة عقود من الزمن الخامس عشر من شهر دجمبر 2005 عين صاحب الجلالة الملك محمد السادس السيد عبدالطيف الحموشي مديرا عاما لمراقبة التراب الوطني هذا التعيين يندرج في إطار العناية المولوية التي يوليها جلالة الملك لضمان سلامة وأمن المواطنين وبالنظر إلى الحنكة والتجربة التي أبان عنها السيد الحموشي واعترافا بدور المغرب في استثباب السلم والأمن عبر العالم سلم كاتب الدولة الإسباني المكلف بالأمن السيد فرانسيسكو مارتينيس فاسكز خلال حفل نظم بمدريد وسام الصليب الشرفي للاستحقاق الأمني بالتميز الأحمر إحدى أعلى التوشيحات الشرفية التي يتم منحها لشخصيات أجنبية وفي فبراير من هذه السنة وشح وزير الداخلي الفرنسي بيرنار كازانوف السيد عبدالطيف الحموشي بوسام جوقة الشرف الوطني من رتبة ضابط نظير كفاءته وعمله في محاربة الجريمة المنظمة والخلية الإرهابية وكانت فرنسا قد وشحته في سنة 2011 بوسام الشرف من رتبة فارس وهو ما يعني تقديرا أكبر في درجة التكريم توشيحات عاكست مكانة المديري العام لمراقبة التراب الوطني كشريك ديميس داقيا في مجال مكافحة مختلف أنواع الجريمة وهو الضور الذي تعزز بخلق المكتب المركز للأبحث القضائية في 20 مارس 2015 أولى أهداف هذا المكتب تقوية الحكام الأمنية وفق أحكام الدستور تكريسا لمبادئ الديمقراطية ودولة القانون مؤسسة تأتي لمواجهة التحديات الأمنية الكبرى التي أصبحت واجه العالم برمته في ظرفية أصبح الإرهاب يشكل تهديدا حقيقيا وبالتالي فإن المقاربة التي تأسست عليها هذه المؤسسة تنبني على المواطنة واحترام الحقوق ترجمة نانسي قنقر